تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 498 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 106 أطنان وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة نجحت الوزارة في ضبط قرابة 4 أطنان فضلا عن ضبط قرابة 102 تن في مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي كما تم ضبط 718 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات